أبي روح ألعب هنا روح ألعب معاً بس انتبه للشارع ماذا تريدك؟ ماذا تريدك؟ روح ألعب معاً أبي يبغى روح ألعب معاً خلص أروح بس خملك مقريبة عشان الشارع روح ألعب معاً ماذا تريدك؟ ماذا تريدك؟ لا، أنتبوك حارس ألعب معاً نحن لا نتشرف ما فيها إذا أبوي كان حارس أمن؟ مثل أي شغلة ترى؟ نحن لا نتشرف نحن لا نتشرف ما عندبوك؟ راحي شباعة أبوك يا غير هو دلوقع ماذا تريدك؟ عب عليك؟ ماذا تريدك؟ ماذا تريدك؟ ماذا تريدك؟ ماذا تريدك؟ ناس كتير كانت عيونها وملمحها تقول كل شيء من غير ولا كلمة حزن ووجع وألم وتعاطف وكلنا كنا منتظرين نرى ما يحصل به؟ أمين نتشرف غير نلعب مع ولد حارس ما عندبوك؟ حرام أبوه يشتغل بعرق جبينة ويأكل لقم حلان كما أهلكم يشتغلون كلكم أهلكم موظفين هذا شيء طبيعي كلنا أولاد تسعة هم متذاghываем كنا نقوم باعتم طيب نجد يلا ثارك طيب احنا قاعدين هنا نلعب قلة الأدب ولا تحارس وانتو شبوك ما شاء الله مؤوزين ولا تاجب تخسي يلا قلة الأدب قلب كبير ومشاعر أم بقد ترتحدي يقول لك الكلمة دي خلي انت الوالد مثلا حارس ترتحدي يقول لك الكلمة دي اعتبرها خوض بس احنا مو مستوى قل لنا بشر هذا احنا منا عفكرة المالية لا موه عشان لا الا لا موه عشان خاص ما بكم تعبوا لابد لكم وقفين هنا هذا مو شارع أبوك ولا أبوك ولا أبوك هذا شارع الدولة الكل يلعب هنا انت اشتغلك محا تسالك هو مستوىك ولا مستوىك مو منزينك انت ولد شوارع اصلا داما كنت جلس هنا رد فعلها كان سريع جدا لا يدخل الجنة من كان في قلبه متقالة ذرة من كبر انت محا تتخيل التكبر والاستعلاء على الناس ممكن يوديك الوين لا يدخل الجنة من كان في قلبه متقالة ذرة من كبر انا باشتغل ابوي ما بيشتغل انا بابو ما بيشتغل انا اللي باشتغل عاقل وانا ابوي عاجز لو ايجي اخوي بدك تعامله هيك انت ترفع راسك عشان انت ابوك رجل شريف كلنا انا عرفه انا لسه صغير انا دكتورة لما تتعلم انت وتصر رجال تبقى احسن واحد في العالم ما لك شغل فيهم ولا تلعب معهم انت حتكون من انجح الناس انا متأكدوا وافقة من هالشي فاهم هنا في بقارة صح؟ ايه فيه ايه فيه ناس كتير في حياتنا تتائل بالذهب ولوب نظيفة وروح طهرة وانسانية ملهاش حدوداً من اكتر المواقف اللي كل فريق العمل باك فيها كتير وقابلنا فيها قلوب طيبة وناس من ذهب محتاجين نتعرف عليهم اكتر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم سلام عليكم الله يعطيك الله هذا برنامج الصدمة على البيس سلام عليكم شكراً على تدخلك كيف رأيت الموضوع من البداية؟ الموضوع صعب هذا المواجه في كل بلدان بصراحة في كل العالم التنمر كثير محزن كثير حسستني الموضوع لانه انا حطيت حال اخواني قدامهم يعني كأنه اخويني قدامهم احنا كنا سواسية وكنا نطلع من بيوتنا لكي نعمل ونصرف على انفسنا وعلى عيالنا بلقمه حلال طريقة التنمر بزنان جداً متنمرين خصوصاً ايام من المدارس انا كنت اشوف بزنان مرة متنمرين عينيتي من هذا الموضوع فترة؟ جداً جداً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة